اتحاد سكندري وانا عايز اقول مش اول سنة برضو لصديقي العزيز طبعا سيد محمد مصالح المحترم اللي بيدي من وقته ومن جهده ومن ماله كل ما هو عزيز وغالي ونفيس حبا في نادي الاتحاد سكندري كلنا نعلم ذلك لكن مش اول سنة نادي الاتحاد يحطنا في الدوامة وبقول يحطنا لان كلنا بنحب الاتحاد سكندري كلنا التصور ما فيش اعلامي ما بيحبش الاتحاد سكندري التصور هذا اللي اذا كان معقد وعندنا في رؤسة معقدين يعني لكن الاتحاد سكندري هو محبوب الجميع هو محبوب الجميع فنتمنى ما يخشش الدوامة دي مرة تانية بالرغم ان هو فاز على سموحة ايا كان هذا الفوز ايا كان هذا الفوز لكن في النهاية فاز طلع قرار وانا شخصيا اؤيد هذا القرار تماما قررت ادارة نادي الاتحاد سكندري توقيع عقوبة مالية على لعب الفريق الاول بعد النتائج السيئة هذا الموسم قرارات الاتحاد خصم ما يعادل 10% من قيمة عقود لعب الفريق نظرا لسوء الاداء والنتائج غير الجيدة التي حققها الفريق خلال مباريات الدور التاني خصوصا بعد توفير مجلس الادارة لكل عوامل الاستقرار اتفق تماما 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 ونرجو ان الاتحاد سكندري ولاعبيه تحديدا والراجل عمل لكو اعارات ودفع فلوس وعمل اتصالات ويعني شغل الحية كبير جدا جدا من رئيس النادي المحترم فكان يجب على فريق الاتحاد اللي يضع نفسه ويضعنا معه في دائرة الخوف على الاتحاد من الهبوط ترجمة نانسي قنقر